السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناتي على اليوتيوب يوميات كريمة كريمة النهاردة إن شاء الله نعمل فطري لمشالتك المورق بعجينة القلاش في عشر دقائق مغير عجن ولا دعك ولا تعب هتعمل أحلى فطري لمورق بصوحي لو إزاي بجد والنتيجة مزهلة وبسيط خالص وسهل وسريع مكونات موجودة في كل بيت جربوه بجد هيعجبكم خالص بصووا النمى إيه خرافة في طبق كبير هحق نص كوب زيت على سمنة سايحة يبقى نص الكوب ده مختلطنا بين الزيت والسمنة ربع كوب حليب نص علبة قشطة والأفضل تكون القشطة طازة بتدي طعم أحلى ونكهة أحلى نص علبة زبادي الخلط ده نهادهم به لفت القلاش وعليهم ملعقة كبيرة مليانة بيكم بودر البيكم بودر بيخلي الفطيلة مورقة ونفشة الفوق أقلب الخليط كله مع بعضي كويس خالص لحد ما يدينا خليط كريمي ده سمك الخليط اللي أنا محتجاه وصونية مدهونة زيت ولفت قلاش وازنها 500 جرام أجيب ورقة من لفت القلاش وحطها في الصونية بحيثه نص يقبى داخل الصونية ونصها تاني من بره يقبى كل ورقة هخليه نصها داخل الصونية ونص تاني من بره وبعد كده هجيب الخليط وادهينها كويس خالص بالخليط أو زي ما انتو شايفين بالشكل ده أجيب ورقة تاني من لفت القلاش وحطها عكس الورقة الأولانية وبرده أخاله نصها داخل الصونية ونص التاني بره الصونية بالشكل ده وارجع دهنها تاني من الخليط بعد كده هجيب ورقة تالتة من القلاش وحطها في الجزء الفاضي أحط نصها داخل الصونية ونص التاني بره الصونية وادهينها وبعد كده هجيب واحدة عكسها وعمل كده مع كل ورق القلاش لحد ما خلصه خلصت رص ورق القلاش اللي هي عبارة عن نص بره ونص جوه دلوقت يبتدي أدخل النص اللي بره وادهن عليهم الخليط ودخل نص واحدة تاني وادهن عليهم الخليط وهكذا مع كل الأنصاص اللي كنت سايبها من بره أدخل وادهن وادخل وادهن أنا خليت ورقة واحدة من لفة القلاش عشان حقها على الوش من فوق بالشكل ده بصقها بالشكل ده عشان يجب الوش المنفوق متساوي والزيادات منها دخلها من تحت عشان يجب الوش المنفوق أملس ومتساوي وحلو وزياداته التاني برضه هنزلها كده من تحت بالشكل ده و اضبطها بس برقة لازم تكون سلمة مدقعة عاشي عشان يجب شكلها حلو وبعد كده هاتهنها بالخليط اللي انا عملته وبعد ما هاتهنها بالخليط اجيب ملعقة زيت و هاتهنها بالشكل ده الفرن انا مشغلها من شوية على دررة حرارة 180 لازم الفرن تكون سخنة قابليها دلوقت احط فيها للقلاش في الرف الوسطاني على دررة حرارة 180 اخذت معاتي لساعة في الفرن انا في البداية شغلت الفرن عليها من تحت اول ما احمرت من تحت قفلت من تحت وشغلت عليها من فوق حوالي دقيقتين وبعد ما اطلحها على طول من الفرن احط عليها قماشة القماشة اللي قد يكون مبليلها تبليل بسيطة خالص بالماء يعني مندية تندية بسيطة واسيبها حوالي 8 دقايق لها عشان ما تنشفش معانا فتبطرية